السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا معكم تمارا وهالمرة رح نعمل مع بعض مشروع خفيف لطيف بتكلفة خفيفة لطيفة المواد اللي رح نحتاجها بيش عبارة عن قطع خشبية جاهزة موجودة عند النجارين بسعر قليل بتكون طويلة وسماكتها قليلة وعرتها تقريبا ما يقارب الخمسة سانتي لكن نوعا ما جودتها متفاوتة وعادة تحتاج صنفرها بشكل جيد فرح نصنفرها منيح قبل ما نبلش شغل لنحصل على نتائج أجمل وأرتب بالقطع النهائية رح نحتاج كمان شبك حديد وزرادية قص شبك الحديد متوفر بقاسات متعددة ورسمات مختلفة للخلايا اللي بتكون فيه بس بدنا ننتبه كتير ونحنا عم نستعمله ونشتغل فيه لأنه ممكن يجرح فالأفضل نلبس قفازات سميكة ومتينة ونظارات حماية دهان رش أو سبري باللون اللي بتكمية أنا استعملتها بي اللي دهان هون عشان تلوين الشبك بشكل أساسي وكمان حمايته حيث أنه معرض للصدى مع الوقت ورطوبة شبر أو سلك أو حبل متين باللون اللي بتكمية أنا استعملت سلك ذهبي رح تحتاجوا كمان مكبس تنجيد ألوان أكري لكفورشاي سوبر جلو منشار مصدر قائمية الزاوية وهذا النوع من الزوايا بتلاقوهم عند محلات مواد وأدوات البناء وبيكونوا بألوان وأحجام مختلفة تمام هيا بنا نبدأ رح نبلش أول إشي بتحديد إياس الإطار اللي بدنايها طول بعرض بعدين رح نحدد الأطوال هاي على البياش بعدها رح نقص أطراف الإطاع هاي بزاوية 45 درجة باستخدام المنشار ممكن نرتاح من الخطوة هاي كلياتها ونخلي النجار يقص لنا الإطاع بالإياسات المطلوبة وحتى يركب الإطار كله بس رح تكلفنا زيادة شوي ما علينا إذا نحن بدنا نشتغل رح نقص قطعتين للطول وقطعتين للعرض ورح نصنفر الجهات المقصوصة لنتخلص من أي زواية ويكون شغلنا أرتب لأدام فيه شغله إنه نحن لازم ندير بالنا ونحن عم نقص الزوايا عشان يكونوا بالشكل الصحيح وجهة الميالان لازم تكون متعاكسة يعني زوايا الأصب ما يكونوا ما يليم بنفس الاتجاه بالإطاع الوحدة تمام هلا رح ناخد إطعة طول مع إطعة عرض عشان نبلش بأول زاوية من الإطار أحسن إشي نستعمل الإطاع اللي بيكونوا مثل هيك بس وقت اللي كنت عم بشتغل وأصور ما كان عندي منهم وصعب كان وقتها أطلع وأشتري فعشان هيك استعملت السوبر جلو مع مكبس التنجيد باستعمال مصدر قائمة أو أي إشي بزاوية قائمة رح ننكز الإطاع مع بعض ونتبتهم بالسوبر جلو ومكبس التنجيد نحاول قد ما نقدر السوبر جلو يدخل بين الإطعتين رح نكرر العمل إياها على كل الزوايا الثانية وهيك بيكون الإطار جاهز ليتلون هلا أنا استعملت ألوان أكري لك بس فيكم تلونه كيف ما بتحبه بأي ألوان بتحبوها ممكن حتى كمان تدهنوا بدهان رش اللي بيريحكم خلطت اللون اللي بديه وبفرشاية دهنت الإطار والجوانب الداخلية والخارجية إله صعب علي كان أصور هاي الخطوة بشكل واضح لأن الإطار كان أكبر من طاولة دهان عندي بس هيك كانت النتيجة هلأ صار وقت نحط الشبك فردته على الإطار عشان أخذ الحجم التقريب اللي بدي أستعمله طبعا كل الأشياء اللي شايفينها بس عشان نتقل على الشبك والثبته بشكل مؤقت عشان أقدر أقصه بدون ما يرعي لف لأقص الشبك رح أنصحكم بزرادية مسطحة بتيج متل هيك متل مو شايفين كتير أريح للقص من الزرادية العادية لأنه ما رح تترك أي زوايد بالشبك اللي ممكن تجرح بعد ما أخذنا الحجم التقريبي من الشبك اللي بدنا إياه رح ناخده وندهنه أنا دهنته دهبي بس فيكم نتلونه بأي لون بدكم إياه هلأ متل ما قلت لكم هاي الخطوة ضرورية لحماية الشبك من الصدى وتغطية أي أبوء عصدى موجودة أورا دي علي هيك صار لون الشبك بعد ما دهنته بالله يمو حلوا اللونين مع بعض لون الإطار ولون الشبك شو رأيكم هلأ بدنا نتبت الشبك على الإطار لازم نتبته على الجهة الأمامية عشان يكون فيه عندي فرغ ما بين الشبك والحائط لن يقدروا نحط دبابي 6 تعليم فعندنا طريقته الأولى وهي الأسهل نتبت الشبك على الجهة الأمامية باستعمال مكبس التنجيد بس هون المشكلة إنه كبسات التنجيد رح تبين معنا وشكلها مش كتير رح يكون حلو كنتيجة نهائية الطريقة الثانية وهي اللي أنا عملتها إنه نلف جزء من الشبك للجهة الخلفية وانتبته كأنه عن إحنا عم نجلد الإطار بالشبك فشو عملت؟ قلبت الإطار وخليت الشبك يكون ملامس للجهة الأمامية واستعملت خشبة لقتنت الشبك بشكل مرتب وما يكون متعوج بعدين تبتته بمكبس التنجيد الشنطة هون كانت بس تقول عشان يتضل الشبك محله وما يضلو يلف بعدين تذكرت إنه في عندي رول ورق كبير ووزن وطن فاستعملته هو كان كتير أسهل للجهات التانية كررت الخطوات وقصيت الزايد وثبتهم هلأ فيكم تغطوا الإطار كامل بالشبك بنفس الطريقة بس هنا هون كنت حابة أعمل فكرة تانية النص التاني قررت ألف سلكر فيه لونه ذهبي بشكل عشوائي بس انتوا فيكم تستعملوا أي خيط أو شبر أو حتى زي ما قلت لكم ممكن تغطوا كامل بالشبك اللي عملته أول مرة مرتين أخذت جزء من السلك ولفيته مع الشبك وثبتته مع الإطار هيك بكون ثبتت الطرف الداخلي من الشبك ليكون أمتن بعدها كملت على باقي الإطار بلف السلك من الجهة الأمامية للخلفية عساس يكون نفس مبدأ الشبك وثبتته بشكل منيح وأكتر من مرة هيك بيكون الإطار جاهز يتعلق على الحيط أنا استعملت هدول التعليقات من آكية واستعملت انتين بس خشب الإطار رفيع بشكل كافي أنه يدخل لفة التعليق والإطار نفسه رح يغطي على الجزء المسطح منها فهيكي كسبتها أنه بعلق الإطار على الحيط بدون أي دق مسامير هلأ منقدر نجيب مثلا ملائط صغيرة أو ملائط زينة ونحطهم بسلة صغيرة نتبتها على الإطار منقدر نعلق أي ورقة أي صورة أو أي زينة بدنا إياها للجزء الثاني اللي هو الشبك منجيب هدول التعليقات اللي بيكونوا بهذا الشكل موجودين بعدة محلات وعدة أشكال ومنعلقهم بالفراغات اللي بالشبك عشان نعلق عليها أدواتنا الخفيفة هيك كان الحيط عند مكتب شغلي قبل وبعد شو رأيكم؟ أسأل الله الفائدة لأنا ولكم؟ ومثل دائماً رح تلاعقوا معلومات مفصلة وشرح إضافي على موقعنا لا تنسونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة شكراً للمشاهدة